زيارة الى مدينة او اطلال مدينة كانت من اجمل مدن في الاندلس مدينة الزاهرة المدينة او ما تبقى منها طبعا المدخل نسوينا بطريقة حديثة لانسكيب جميل جدا المدينة هناك يعني الواحد يتوقع ان يشوف مدينة يشوف بيوت قصور سكيك لا هي اطلال فقط اسم عروضة بطريقة طبعا هذا مشروع كامل لإظهار المدينة بطريقة مناسبة للسور شوفوا الزراعة طريقتها هنا اعتقد الناس قاعدة تدخل الى المدينة لاحظوا حيطة بعدين سلوب الى المدخل نبدأ نتفحص هذا كونكريت اذيض وفتحات بعمق تقريبا ثلاثين سانتي بالجدار اللي وراء اعتقد نريد نشوف المدخل اللي صاير تحت الارض يعني لانها اطلال مدينة اعملوا لها طريقة ذكية للعرض لاحظوا الباب حجمة هذا الباب اللي يلف باب من الحديد المصدي اللي دخلنا الى معرض المدينة وندخل الى البوابة الزجاجية هذا مخطط او مجسم المدينة هنا نشرح لكم شوفوا هنا الناس تقص تذكرة بس لاحظوا المجسم مسوينا من الكونكريت جميل جدا المدينة طبعا ياخذونك لباسات هذا المتحف وفيه سينما وفيه معرض المدينة فيه هنا فيلم تشوفه قبل لا تروح يعني بس شوفوا المتحف طريقة طريقة العرض اللي فيه وطبعا جميع الناس تدخل الى الاودوتوريوم هذا المسرح اللي فيه فيلم عن مدينة وهذه القاعة اللي سوف نعرضون فيها الفيلم الخاص في مدينة الزهراء الله عيننا ماكو كرسي فاضي صحيح للمعلومة اسمها مدينة الزهراء وليست الزاهرة في مدينة الزاهرة ثانية ولكن هذه اسمها مدينة الزهراء والآن ناخذ الباس ونروح نشوفها تفاصيل في المتحف الخاص لاحظوا هذي الارقاب كلها الحديد المصدي على الكونكريت جميلة الفيلم اللي كان في المتحف كان جيد لأنه يعطينا إحساس شون كانت المدينة قبلها تنهدم ونصيرها طلال اللي بنشوفها طبعاً على ما ينبعص نشوف المتحف نشوف اللانسكيب اللي اللاعبين فيه الجماعة الأسبان نشوف الأشيار هنا والسوء شوف التناغم بالألوان شوف اختيارهم حديد مصدي بشرايح مع الأوراق الصفر بالموسم الحين مع الزراعة يعني المتحف واللانسكيب اللي واحد يتمتع فيه وهي انتظر الباس اللي بوديه مدينة الزهراء مدينة الزهراء مدينة صارت في جبل فما ليس مواصلات ولا شوانا من المنصة نطل على مدينة الزهراء وما تبقى منها وهي أطلال تحت نصائرين مدينة الزهراء تم إنشاءها خارج مدينة قرطبة يعني تقريباً 13 كم من قرطبة لتكون هي مركز المدينة والخلافة نشوف قرطبة هناك تبع تقريباً 3 أشكال وطبعاً هنا الخليفة عد حمال ناصر بغاها تكون هي العاصمة وهي المركز طبعاً الخليفة كان يحب وملم في العمارة وهذا سبب إنشاء مدينة بطريقة يمكن نقول منظمة أكثر من قرطبة المدينة تم إنشاءها من ألف سنة لكن لا زالت الدول تنقل عواصمها إلى أماكن أفضل أو أفضل من الأماكن اللي فيها المدر رئيسية طبعاً لما إنشاءوا المدينة يديدة لازم يحلون المشكلة الأمنية مو بس الجماليات الفانكشن العملية لنظام المدينة يعني اختيار المدينة في هالارتفاع هناك نشوفه هناك السهل هناك طبعاً مدينة قرطبة هنا ورانا صايرة جبال ومرتفعات ففكرة الخليفة أن تكون المدينة مدرجة القصر اللي يطل إشرافته على المدينة والمدينة تطل على السهول ومن ثم مغرب العملية مسهلة في تخطيط المدن أعتقد العرب والمسلمين كان أواء الناس اللي خططوا المدن وليس الغرب بهالطريقة هذي اللي سوها في مدينة الزهران طبعاً تم تخطيطها من ناحية العسكرية من ناحية الترفيهية من ناحية الحركة من ناحية دخول المؤونة وخروجها والناس هذا اللي وراي هو المدخل أو المدخل الشمالي للمدينة لاحظوا مدخلهم موسيدة ليش مسوينا؟ وركم يا عرف حين في المخطط لأهمية المدينة ووجود الخليفة فيها لازم فيها سيكوريتي لأن فيها نظام أمني فالمداخل فيها حكم أن الواحد يتفتش كأن هذه مطارات قديمة لاحظوا يعني لو على أيامنا الحين أحط جنطتي هنا وهناك السكانر وهني أدخل يفتشني الضابط ومن هناك تختيم الجوازات وندخل المدينة بسلام وهذا يسطوح المباني اللي تحت أو ما تبقى منها هذه جزء من الأرضيات الأصلية ولاحظوا هذه التجديد لكن شوفوا علامات التعرية اللي صارت عليها للعلم هذا ما سوى شكل والحب ويخلونا تشديه كان أساسا مطغي وكان مستوي وفي ألوان أبيض أحمر أصفر في ألوان كان كمعمارين نحن نحب اللون الواحد كلها بيتش ورمادي وأشجار هذا الجمال صراحة صراحة هذا الصالة الرئيسية أو المكان المعيشة للقصر اللي يضطل على بقية المدينة هني هذا حطينا هني بس مو حطي لأي تفسير هل هذا بانيو قديم والله كشخة إذا كان عندهم بانيو من أيام خليفة تذكرون من قلنا نقطة اهتمام شوف الفوق البوينت الهناك مو مسوينها لجمالياتها بس للفنكشن لأنها عملية أن الواحد يمشي سيدة ويقطع شديد طبعا هني القسم الخاص بالحراس وهناك فوق القصر فالحراسة هني تكون القصر هني على إسار المدينة الحلو أن الواحد يمشي فيها إذا مو تاريخ عملية المشي في المدينة شي غريب إحساس غريب ومن الحراس هنا الباركينج شو له الباركينج وهو استبلات الحصن هذا باركينج قديم لاحظ الشكل زيارة لاتار شي يخرع مرات الواحد يمشي يقول كان في ناس وكان في صيحة وفي سوق وكان في حراس وفي أحداث صارت أحداث سيئة أحداث زينة أحداث حزينة كلها في المواقع التي نمشي فيها واليوم عبارة عن معانا بس لاحظوا هنا الآثار شوفنا كنا فوق هناك نزلنا بتدرج بسيط لكن ما حسنا فيه ورقنا نفسنا هنا في مدخل الجنوبي ما أتبقى من الأقواس الأندلسية اللي موجودة في المدينة هنا وبعض الحوائط البقية كلها أطلاق هذا مدخل لمسكن رئيس الوزراء ونشوف شلون طريقة التوزيع في الغرف اللي موجودة حاليا في بعض الأشياء تمت بعد الألف سنة اللي صارت هذا الحجر طبعا تآكل لكن الرخام لاحظوا ظل موجود هذه كلها كانت غرف غرف النوم صالات وهي تكرمون حمام الخاص في الرئيس الوزراء في مدينة الزهراء ونضائم نحط لنا ونحن نمشي المخططات اللي تكون 3D 2D وموقعنا من القلعة والمدينة تخيلوا معاي لماكن هذه قبل شونه كانت من نقوش من مواد أخشاب يعني أثاث أقمشة موجود كل الآثار مدينة الزهراء وغيرها روما مصر كان فيها زخارف وألوان غير المواد اللي تشوفونها حاليا الزمن والعوامل الجوية والحروب والهدام والأحداث تلعب دور في اللي نشوفه شوفوا الاهتمام بالآثار وطريقة عرضها هذا طبعا شغلة سبان بتالي أرضيات خشب تسهل على الزوار نمشون حواله الآثار بعض النقوش الخاصة في إحدى اللقاعات لاحظوا لا زالت موجودة حتى مع عوامل التعرية مدينة مدينة جميلة مخططة بطريقة وكأنها حديثة لاحظوا جمالها اللي سووه العرب والمسلمين قبل ألف سنة كنا نصمم كنا نبني كنا نقيم حضارة الأندلس قامت معانا من ألف سنة واليوم الهدم أسرع من البناء وهنا بالأخير تم تجميع قطع من القصر لحظوا الرخام والحجار المستخدمة دورنا كمعماريين إن إذا بنائنا ومحب باعتبارنا التاريخ إذا بنائنا لازم نتقن العمل ويكون بناء لألف سنة لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان للاسف ما لحقنا على المسجد في خرطبة لأن الوقت يمكن خرانه لكن هذا السور الخاص في المسجد العمارة الإسلامية العمارة الأسبانية اللي بعدها شنو الأحلى ما يبي له عمال الترميم في المسجد شوفوا حتى احترام لعمال قاعد يسوونها حطوا هني صورة بشكل الواجهة اللي كانت موجودة ترجمة نانسي قنقر